السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شاف صلاح البتني قبل ما ابدأوا فيديو طرنطان هاليوم ما تنسوا تصلي وتسلم الله رسول الله لأفضل الصلاوات اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفة جديدة اللي هي بقلوة تركية على أصولها يعني راح تشوفوا طريقة حذر الحشو انتاع البقلوة التركية وأيضا الشاربات لأنه الشاربات تاع البقلوة التركية تختلف على الشاربات انتاع البقلوة الجزائرية طبيعة الحال جيم قرمشة والجيطرية بزاف بنينة ومعسلة للقلب اللي عليكم انكم تبعوا الفيديو من الاول اخر مشاهدة متعة للجامع نبدأ على بركة الله بالنسبة للحشو لكم الاختيار تحبوا ديروا جوز لوز كو 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 كما تحبوا كل واحده مقدوره ولكن ناصحتي لكم انكم تخدموا بالجوز احسن واحسن تشري كمية من الجوز وانا كما شتوا رحت لتركية وكريت البقلوة ولكن البقلوة اللي عجبتني بزاف الوحيدة هي تاع الجوز المهم درت كمية من الجوز وكمية من لوز حطيتهم في بلاطو فوتهم فرن لمدة 10 دقايق نحمصهم وما تفوتونهم 10 دقايق من جاء اخرى بالنسبة للشربات في كاسرون عندلو ثلث كيسان انتع سكر وثلث كيسان ونص انتع الماء هذ الكاسر في 220 ميليليتر عندي شريحة انتع ليمون نخلطهم بيا برد في برد نحطهم على النار جوز تيهزوا الغلية حسب لهم 30 دقايقة اي نصف ساعة ونطفي عليهم النار جوز كنطفي عليهم النار نضيفلهم زوج ملاعق كبار انتع العسل يعني مزيج بين الشربة او السيرو مع زوج ملاعق كبار انتع العسل ونخلهم يبردوا تماما باش نقدرون بعد نشربوا بهم بقلة وتعنا وهي سخونة من جاء اخرى بالنسبة للحشو كما قلت لكم وش كان عندكم انا درت لهنا كمية من من اللوز رح نرحيها نرحيوها كونكاسي ما نرحيوهش رقيقة بزاف وما نرحيوهش خشينة بزاف بنفس طريقة زيدنا نرحيو الجوز تاعنا ليحمصناه ولكن اللي هنا كي نقولكم كونكاسي يعني يكون متوسط الرحي لازم يكون متوسط وايضا كي نرحيو الجوز ما هوش رحيط ان هذا القوام انتع الكوكو طبيعة الحل رح يجي رقيق شوية اقل بعد اللي هنا حطيت هذك الجوز تاعي كم اللي رحيته الكمية عين كميزانك ولا الكمية اللي بغيتها انت رح تديري بها البقل ودعك درت لها اللي هنا شوية قرفة وعندي زج ما لعق كبار انتع سكر هذا ما درت لها ما دلوا لها لا مظهر ولا ماء ولا اسمن ولا حتى حاجة المهم خلط هذوك المكوينة كامل مع بعض حتيتم على جهة ومن جهة اخرى رحوا نوجده لباتافيلو تاعنا اللي شريتها ووجده بالنسبة لهذا الباتافيلو كروستودورو هي علامة جزائرية جديدة رح يدخلت للسوق من جديد ما عندهش بزاف جربوها انا جربتها على ضمنتي عجبتني ما شاء الله اعطتني واحدة ريزولطة هايلا لازم كيتشيروها رح نعطيكم النا صائح باش يعني ما تخسر لكمش لازم كيتشيروها يتخدموا بها في البلاصة ولا تخبيوها في المجمد يعني رح تديري البقلاء وغدوة لازم كيجي بها تبيتيها في المجمد وغدوة كيتبقى لك حوالي ساعتين ولا ثلاثة اجبتيها قبل ما تبديت خدمي بها بساعتين ولا ثلاثة وايع حطيها في الفرجيدال لتحتها كيتعودوا تديكون جديوها ما تديكون جديوهاش في المطبخ يعني بحارة المطبخ لا لا لازم تخليوها في الثلاجة لتحتها وكيتفتحوها اللي هنا شوفوا الورقة التي حاو كله رقة وحدها لازم تغطيوها بفوطة يعني كل ما تجب دو ورقة كل ما تغطيو هذك العجين كامل انتع الباطافيلو بسارفيات باش يقعد محافظ على القوامتاعه وكيما كنتشوفوا ما تدق الطعم ما تروح ما تجي ما شاء الله حاجة واحدة ايضا لازم يكون عندكم بانسو تنحيو به هذك اللاميدون ولا انشاء هذاك الزايد هذا مكان باش من بعد ما يخسر لكمش الضوء انتع الباطافيلو وتعكم ولا البقلة وتعكم كيما اقول لكم المهم لازم اننحيو هذك الزايدة بين الوريقات باش ما تعتناش الضوء من بعد في البقلة وتعنا ومن بعد اللي هنا نجيبوه السمن سمن ولا المارغارين ولكن هنا نصحكم بالسمن تحبو ديرو السمن بين الورقة والورقة الثانية ولا ديرو غير على الوجه ولا ديرو بين الورقة والورقة الثانية هذا يرجع لكم زد درت من الفوق هذك الحشو تاع الجوز والقرفة القرفة ما تكثرش بزفش ما يجيش الضوء يقاطع والسكر خلطتهم وضفتهم من الفوق غير نبربشوهم كيل بربوشة فقط ونجيبوه هذك العود سبيسيالة البقلوة التركية نطبيوها شوية البداية غير شوية ونبعد نكملوه نطبيوها كيما موضح في الفيديو طريقة سهلة بسيطة ضوقها ما شاء الله وكما اشتوه طريقة تحذير الشربة تحرية تختلف البقلوة الجزائرية نجيوله هنا نقطعهم هذك البودة نقطعوه الى ثلاث قطع او ثلاث قطع تكون متساوية ونبربوها بهذا الشكل ونحاول نضغطوه على الجهة اللي رح نحطوه فيها الجوزة بنفس الطريقة رح نزيدو نجيبوه زوج وريقات شوفوا اللي هنا كيفاش يعني نتعامل معها بكل سهولة نحيو هذك النشاة الزايدة ونبعد اللي هنا نحطوه السمن كما قلتكم تحبوه دلو بالسمن ولا بلا مارقارين هذا يرجع لكم المهم توم ما شفوه شفوه على مارك كروستو دورو لابوات تحراهي بلو بالبلو سيفتو ذو كل اوكازيون تاع رمضان ناس بزاف يحبوه البقلة والعيد المهم هذو الوصفات لازم تخبيهم وانا حاولت نعطيكم طريقة مبسطة سهلت عليكم العملية بالنسبة لتزين انتم اذا تحبوه دلو تزين راقي هذا يرجع لكم سرتو اذا حبيتوا دلو في رمضان ولا في العيد جو عندكم مضيف حبيتوا دلو تزين راقي تقدروا تشوه الورد ولا الورق الذهبي المكسرة اللي بغيتهم منتما المهم واللي هنا كما كنت شوفوا هذا الشكل الثاني فتحتها بنفس الطريقة تاع الطريقة الاولى فقط طويتها على الجوانب وراح نحاولو نكمشوها كما نقولو بالعامية نكمشوها بهذا الشكل ونبدو نبرموها بهذا الطريقة راني نحاول نحكي معاكم بالعامية باش كامل تفهمون يعني بالدرجة تعنا احنا نقولو كنن يعني نحاولو ان نشكلها بذلك الشكل مجاعد نقولو نكمشوها المهم نجيبوا بلاتو اللي هنا ونندهنوه بالسمن ولا بلا مرقارين ونحطو الحبيبات تعنا اللي شكلناهم صراحتنا شكلهم جاء ما شاء الله بنفس الطريقة نديروها مع الباكلة والمقروصة ولا المبرومة المهم دلت لهم السمن على وجه اللي هنا فقط الخطأ تاعي اني ما غطيتهمش بكيس بلاستيكي كنت نحط فيهم في بلاتو خليتهم تعرضوا اللي هو بزاف حتى انتشقوا انتوهم ما دلوش الخطأ كيما تعيش شربوا مليح بالسمن ومن بعد نفوتو مباشرة للفرن على 180 درجة شعروا لهم لتحتك نشوهم طابو نشالهم من الفوق ياخذوا لون محمر المهم يحاولو تعسون باش ما يحمرو لكمش بزاف وما يحمر لكمش هذوك الحبيبات تعال الجوز بنسبة الحشوة انتع المحنش عفوا عندي كمية من اللوز محمص ومرحي عندي ايضا شوية قرفة زوج ملاق كبارة على السكر ونضيفو المظهر بالتدريج حتى نتحصلوا اعلاء جينة اللي يقدروا نتحكموا فيها في دينا ولا نشكلوها كما نحبو بهذا الشكل شوفو حتى نتحصلوا اعلاء جينة نروحوا نجيبو زوج وريقات دائما كنحبو نشكلو نديرو زوج وريقات نحيو هذيك الانشاء الزايدة ومن بعد نجيبو الهنا السمن وندهنو هذوك الوريقات تعالى بهذا الشكل شوفو هذي الوريقات هذو من الصباح وهما على برة ما رحوا ما جوا ما شاء الله المهمة هو ما حاولوا ادلوا لها جوا ملائم يعني ما تخليوهاش يضربها الهواء وما تخليوها لازم تغطيوها بفوطة وكما قلت لكم لازم تخبيوها في المجمد اذا كنتم طولين بها هي لانو راي تحتفظ تحتفظ في المجمد لقدوش يخليوها في الثلاجة لتحتها ولا يخليوها في برة واللي هنا المحنشاء كما كنت شوفو شكلها سهل ووراقي فقط اذا حبيتوها تكون طويلة دوبلي والوراق هذا ما كان دلوا لها السمن زينوها بوش بغيتو نفوتوها الفرن اللي هنا كما كنت شوفو البلاطو تعيي الاول راهو وجد وحمر ما شاء الله وهي سخونة والشربة تعيي تكون بردة شوفو القاوة متاع الشربة باش لازم كيتخدموا تخدموا به شوفتو هاد الباقلاوة والله العظيم غير نفسها اللي كيتها في الترك وان الباقلاوة اللي يعني ان جنيرال ما عجبتني اش تركيا فقط عجبتني هذيك المقروصة اللي مخدمة بالجوز سيبور سارجيتو خدمتها لكم المهم شفو العلامة التجارية كروستو دورو هي علامة جديدة راهي دخلت لها في السوق الجزائري موجودة متوفرات لقوة عند ليبيا دوزان الحالويات اشريوا وخدموا بها على ضمانتي رح تعجبكم وهذه هي النتيجة كاخر حاجة اللي قدرتها نحيت الباقلاوة حطيتها في سحن باش نعطي لكم لا تيكستور اللي هنا نسيت باش من يعني نخلي لكم الصون جا فيها مازج بين الطروة والقرمشة وفي نفس الوقت اللي هنا اذا جربتوها بعد رح تحسوها باللي نقصت منها للقرمشة لانه الشاربات تحا اصلا ما هيش الشاربات او العسل اللي مالفين تلوه الباقلاوة العادية عليها ما تبقاش محافظة على القرمشة تحا لمودة اطول واللي هنا قدمتها مع التاي التركي بطبيعة الحال جات بزا في بننا والله العظيم غير ما شاء الله فقط اللي عليكم انكم تجربوها بالجوز احسن واحسن ما تجربوهاش باللوز تجربوها بالجوز رح تعجبكم ان هذه وصفتنا لنهار اليوم انتمنى انتنا لإعجابكم وتجربوها ما بقى لنقلكم شهدكم بالصحة اطلقوا في عدد اخر ما تسرش تبرتجي لا فيديو مع الأصدقاء والأحباب طلوا في رواحكم والسلام عليكم